السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم ميا عبد الحليم أخصائي التربية خاصة بحث مجلس تير صعوات تعلم ومدير أكاديمية نور للتأهيل والتدريب إن شاء الله النهاردة هنكمل حديثنا عن مقياس جيليل وطبعا احنا تحدثنا في المحاضرات السابقة عن وصف المقياس بشكل عام وتعرفنا على كراسة الأسئلة وكراسة التعليمات النهاردة هنتكلم عن إيه؟ هنتكلم عن الأبعاد الأساسية والمكونة للمقياس يلا مين يتذكر معانا أول بعد معانا وهو السلوكيات النمطية برافو طيب وثاني بعد بعد التواصل ثالث حاجة التفاعل اجتماعي وآخر حاجة ارترابات النمو طيب إحنا لو نتذكر كده في المحاضرة السابقة تكلمنا في وصف المقياس في وصف كراسة التعليمات تذكرنا مجموعة بعدين وبرضو فيه مجموعة ثلاثة أبعاد معنى ذلك اللي إحنا يتم الاستغناء أو عدم تطبيق بعد من الأبعاد على الطفل نعم طيب يعني هو ينفع؟ آه ينفع طيب هي إيه الأبعاد اللي إحنا بيتم اختيارها وإيه الأبعاد اللي ممكن نستغنى عنها طيب ده بيرجع مثلا للأخصائي بمزاجه بمزاجه أنا مش هطبق ده وده هطبقه لا طبعا ده بيرجع ل لازم وجود أشياء معينة ليتم من خلالها الاستغناء عن البعد طيب طيب نتكلم بقى النهاردة أول بعد نقول بسم الله كده ونبتدي ونقول آآ السلوكيات النمطية هنبدأ به السلوكيات النمطية طبعا إحنا عارفين إن كل بعد من الأبعاد بيتكون من 14 بند أو 14 سؤال آآ البعد السلوكيات النمطية بيتم فيه وصف السلوكيات النمطية أو السلوكيات الشازة كراف رفتلات دين العض من قومة التغيير وغيرها من السلوكيات التي قد نجدها في الأطفال في اضطراب التوحد آآ طيب هنقول بسم الله ونبتدي في أول بعد ونجيب الـ 14 نبتدي بالـ 14 سؤال معنا آآ ونشوف هنتم طرح الأسئلة الزيالة هنقول بسم الله وهنشوف معانا دلوقتي السلوكيات النمطية والتي يندرج تحتها 14 بند وطبعا إحنا متفقين إن الأسئلة الإجابة عليها الدرجات بتاعت المقياس بتاعنا معانا 0123 طبعا هي محددة إن الطفل بيعمل الحاجة دي في خلال الـ 6 ساعات بيعملها كم مرة لو بيعملها 3-4 مرات يبقى كم يلاحظ أحيان وهياخد درجتين أكتر من كده 5-6 فما فوق هيبقى يلاحظ دائما وهياخد 3 درجات طبعا نادرة مرة واحدة أو مرتين في خلال الـ 6 ساعات وصفر طبعا لا يلاحظ عليه يعني ما بيعملش الشيء ده طبعا زي ما حضراتكم شايفين كده أنا اللي عاملت دوايب دي علشان اختصارا للوقت آآ الدوايب دي على الأرقام نفسها آآ طيب أول سؤال معانا يتجنب دوما التقاء الأعين طبعا إحنا بنتحدث مع ولي الأمر بالطريقة أو باللهجة اللي يفهم بيها علينا تمام؟ أي أن كان بقى الطريقة أو الأسلوب المهم اللي هو يجيب للإجابة الصحيحة لأن ده مصير طفل يا إما هنخلي نسبة التواحب بتاعته منخفضة يا إما متوسطة يا إما جديدة على حسب فده لازم تكون للأمان طيب لو ولي الأمر مثلا مش منتبه على ابنه بيعملها قد إيه لا يبقى أنت هنأجل الأسئلة دي لغاية ما هو يروح ويبتدي ينتبه على ابنه ويرجع لنا تاني طيب هنعتمد كلام ولي الأمر بس لا الأخصائي برضه هيحط الطفل تحت المرأبة عنده هي أسبوع أسبوعين برحته المهم يطلع الإجابة في النهاية كل إجابة صحيحة وسليمة طيب نقول باسم الله مثلا يا ماما هو بيتجنب دوما التقاء الأعين ده على طول ما بيبص ليش يا بنتي لا ما فيش حاجة سمعها مش على طول ما بيبص ليش يعني مثلا في خلال الست ساعات كم مرة في خلال الست ساعات خمسة ست مرات كده تمام يبقى على طول زي ما أنا عامل مستطيل هو هنا مستطيل يعني على رقم ثلاثة تمام يبقى أول سؤال عندنا الطفل خد فيه كام ثلاثة طيب تاني سؤال الطفل هنا خد فيه إيه ده بيعمل الموضوع ده في خلال الست ساعات ثلاثة أربع مرات يبقى هياخد اثنين طيب تاني سؤال معانا بيعمله في خلال الست ساعات كم مرة بيعمله خمسة ست مرات يبقى هياخد ثلاثة طيب رقم اربعة مثلا لو هو بيأكل طعام معين يعني هو على طول بيأكل طعام معين ما بيأكلش غيره اه ده على طول يبقى انا عملت له هنا ثلاثة طيب مثلا الطفل هنا اي حاجة اي حاجة بيشوفها اه مثلا بيحاول اه اه اي حاجة بيشوفها معلش عشان كنت مركزة في مسح الحاجات اللي انا كنت بيش اغبط فيها اه اي حاجة بيشوفها كده صح عشان نبتدي نرفعه وننزل معلش اسفة اه اي حاجة بيشوفها مثلا مكعب معلقة اي حاجة اي حاجة بيقعد يلحسها بيلعقها على حسب بقى اللهجة يعني مثلا لو هي الحسة اه ده على طول اي حاجة حتى لو كانت مثلا حاجات لا تؤكل يبقى ايه طب بيعملها في خلاصة تسعة كم مرة تلاتة اربعة مرات يبقى انا عملت هنا تلاتة اربعة مرات يبقى رقم اتنين هو رقم اتنين بيش الظاهر اوي علشان انت هتشوف المعاناة لنا سايب اخر اتنين اه باعد اتعذب عملها ما اعمل ادي اه طيب بيشم او اه بيشم اي حاجة بتبقى في ايده برضو لو مكعب ولا اي حاجة بيشمها الاول اه ده في خلال الست ساعات بيعملها مرة او مرة تاني يبقى هياخد واحد وهكذا هنبتدى نطرح كل بقية الاسئلة كلها زي ما انت شايفين رقم تمانية ورقم تسعة تسعة اللي هو بيهتز للامام والخلفة اثناء الجلوس او ده على طول يبقى تلاتة اه رقم عشر احداشر اتناشر نيجي الرقم تلاتاشر بيصدر اصوات حد اي اصوات اي اصوات بيصدرها اي صوت بيصدر من الطفل اه ده على طول في خلال الست ساعات اه يبقى احيانا هنعمله هتشوفوا بقى المعاناة اللي انا كنت باعني بسم الله ده اول حاجة اول شغبات رقم تلاتاشر انا هنا بيعمل للاصوات الحدد على طول يبقى انا هعمل على رقم تلاتة تمام طيب رقم اربعتاشر هنا بيضرب بيعض بيأزي نفسه بيأزي غيره باي طريقة من الطرق اه 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 في خلال الست ساعات كده ممكن يعملها تلاتة اربع مرة او مثلا ممكن اجابة اربع خمس مرة لا ما هو الاربع لخمسة لان اربع بيندرك تحت حاجة وخمسة بيندرك تحت الدرجة معين يبقى كام انا عاملها هنا مثلا لو وليت الامر تقولي تلاتة اربع مرات في خلال الست ساعات هقوم انا طبعا عامل ايه على طول على رقم اتنين طيب احنا كده الدرجات اللي انا عاملها ديت لو بدأتوا تجمعوها هيطلع لكم كام تلاتين يبقى هنكتب التلاتين فين هنبتدي نجمع تاني هنبتدي نجمع تلاتة واتنين وتلاتة وتلاتة اتنين واحد تلاتة صفر طبعا مش هيتجمع تلاتة اتنين واحد اتنين تلاتة اتنين زي ما انتوا حضراتكم كده شايفين هنجمع هيطلع المجموع في النهاية تلاتين طب هنكتب التلاتين فين اللي هي الدرجة الكلية للسلوكيات النمطية كام تلاتين تخيلوا اللي دي تلاتين مكتوبة حلوة انا هزبطها دلوقتي تمام ويبقى كده احنا خلصنا المحاضرة ديت باول بعد معينا من السلوكيات النمطية وهنكمل مع تاني بعد ان شاء الله لو حد عنده اي سؤال او اي استفسار انا تحت امركم والسلام عليكم ورحمة الله بركاته